في تركيا كشفت تقارير صحفية أن مدرب ندي جالتات ساراي فتح تيريم اجتمع بلعب الخضر صفيان فيغولي وزميلها المغربي يونس بالهندا وذلك من أجل إذابة بعض الجليد وتوضيح وضعيتهما في الفريق خاصة وأن المدرب التركي لا يعتمد عليهم كثيرا في التشكيلة الأساسية وحسب مذكرة هذه التقارير فإن عدم الاعتماد على فيغولي راشع لسياسة المدرب الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين قبل الدخول في منافسة دور أبطالي أوروبا